ورافيق ومحمد وشايب ماقدرش نحضر يعني دوك مدامه هو ما وش حاضر له ماقدر نحضر احتى كلامه الى كان هو ان شاء الله نديره نهار عرضه ريحه يقدر يدفع على نفسه وندفع على نفسه كل واحد يحضر اما بش نحضر له نقوله وش صرا وش ما صرا شوه ما وش حاضر ما وش عدل طبعا ان وجهه نهضر كمو خرج ما وش عدل كمو يخرج طبعا ان المعلومات ومن حقه يرد عليها ومن يردش عليها خير نصبر له وكيكونو اهنا ان شاء الله نعرضوه ريحه ونحضره الصحك داش غولة صراكة تحوز صيد فيفار وتسنك يجيب قولاس من قابلك انا باش نهضر معاك نهضرش معاك في ضحك لا هي يمكن يعني انه نتكلمه هو اكيد كاين في الاعلام كاين حق الرد لما تتكلم انت تتكلم على الاسباب الموضوعية والاسباب الذاتية لكن هو لما يجي مناسبة اكيد راح تكون مناسبة يرده بطريقة عادية جدا يعني انتم يعني صارت رائجة انه قالوا اشعاد انه اسباب اندباط وما اندباط فانتم وقفت التعامل معه مباشرة شوف هنا هي ماش اسباب شخصية اول يعني ماش اسباب شخصية ما هي مع اللاشين انه كمل خدمة مع القاناة من بعد اميسيون وحد اخرى يبقى انه كان كاين امور لازم ما نقدرش نتكلمهم وهو ماش حاضر فهمت يعني يكون مدبي انا كنا اهضر في امر هو يقدر يدافع على نفسه بالك انا اني فهم امور اللي ما فهمهمش هو مليح وبالك هو يدير نفس الشي الروش بريفارك يكون هو ان شاء الله قدامنا وانا اهضره قاوشكا بمعنى يمكن ان نقوله صارت سوء تفاهم بالك يقدر يكون سوء تفاهم قبل ان يوصل المشكل للحد اللي خلاص صارت القطيعة وبدلته بدلت استبدلت المحمد شايب والمدام تاو بدلتهم وانت اخديت قرار ولكن الواحد لما يحوسي فهم انا نقول وانتا تقول هذا قبل ما تاخدي القرار انت الان اخديت القرار واكيد عندك اسباب موضوعية عندي اسباب كين يقولوا انه كان يدخل في السيناريو بشكل ما يعجبكش لا 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 محمد ما تدخلش في الامور هادي يعني كان اصلا كي كنا في الخدمة كانوا كي يعطوني اختراحات جامل رفوزي حاجة الى كانت داخلة فيها فايدة مدامية نرف الدنيا الى كانت فيها اضافة ما عنديش مشكلة ومحمد يبقى انه اكتر مليح كان كان امور واحد اخرى كما قال في الاندي بغطوك داللي ببالك انا ش تروحي راح نتعطل انا مرحش نخدم وشاني حاب نخدم انا حبست هذا مكان اكيد يعني ما تساعدش الوثيرة على العمل تاعك وتشوف باللي راح تخليك يوصل عليك رمضان وانت ما زالك ربما في تصوير يوم بحث